السعودية والحوثيون في حوار الغرف المغلقة من جديد الحوار الثنائي هذا يهدف على ما يبدو للتوصل إلى تهديئة عسكرية لطالما كانت موضع لقاءات وحوارات بين الطرفين شاهدتها مدينة ظهران الجنوب في السنتين الأوليين من هذه الحرب يقترب الحوثيون من أهدافهم السياسية وأبرز هذه الأهداف أن يكون الحوار مع الرياض كما هي الحرب الندية معها وليس مع الشرعية التي يبدو أنها تفتقد إلى خيارات التعامل المستقل مع الاستحقاقات العسكرية والسياسية والإستراتيجية لهذه الحرب بفعل التآمر الخفي والمعلن من جانب هذا التحالف مصادر قناة الجزيرة أفادت بأن الاتصالات المباشرة بين السعودية والحوثيين تجري على أعلى المستويات بينها اتصال تم بين نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان شقيق ولي العهد السعودي وبين رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط الأهم في هذا الاتصال أن الأمير خالد عرض على المشاط تشكيل لجنة من الطرفين لخفض التصعيد وصولا إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار بين الأطراف على الحدود السعودية اليمنية وعلى إثر هذا الاتصال اتفق الجانبان على تشكيل لجنة سياسية وعسكرية بين السعودية والحوثيين للبحث في إجراءة وقف القتال على الحدود ووقف الغارات الجوية السعودية على المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا على خط المصالحة مع الحوثيين دخل لاعبون دوليون كبار على رأسهم واشنطن لكن اللافتة في الانفتاح السعودي على الحوثيين أنه يأتي بعد أن تلقت الرياض ضربة مؤلمة في الشريان الحيوي لاقتصادها المتمثل بشركة أرامكو نتيجة هجمات يعتقد على نطاق واسع أن إيران تقف خلفها وتعززت بالعملية العسكرية البرية التي نفذها الحوثيون في محافظة صعدة ضد قوات مولية للرياض والدعو أنها في نجران وفي سياق نهج مضطرب كهذا تواصل الرياض ضغوطها على الرئيس هادي لتمريض مسودة ما بات يعرف باتفاق جدة وهدفه إنتاج سلطة أمر واقع موازية في جنوب البلاد تتمتع بإمكانية عسكرية مشابهة لما يتوفر لدى الحوثيين وتتبنى مشروعا سياسيا رادكاليا هدفه إسقاط الدولة اليمنية وسلطتها الشرعية وهو هدف يتقاطع مع الحوثيين عند نقطة إنهاء السلطة الشرعية التي تزعم الرياض أنها تدخلت عسكريا لاستعادة نفوذها المتآكل في البلاد لا يبدو إذن أن الرياض تتجه نحو صياغة نهاية مشرفة لحرب تتوفر لها كل أسباب النجاح ضد ما تراه تهديدا استراتيجيا يأتي من حدها الجنوب لكنها سلك طريقا شائكا يبدو في ثنايا كل اليمنيين أعداء بمن فيهم السلطة الشرعية ومعسكرها السياسي وذراعها العسكري